قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأل جل على أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة ولازلنا نتحدث عن طلب العلم بالنسبة للدعاء نحن نتحدث عن طلب العلم وهو أمر ضروري لكل مسلم لكننا نأتي دائما ونربط بين ما هو مهم لكل مسلم وما هو أهم لكل داعية فإذا كان طلب العلم مهما وضروريا لكل مسلم يرجو الله واليوم الآخرة فإن طلب العلم بالنسبة للدعاة يعتبر أهم وأكثر ضرورة لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون إلا على بصيرة وأساس هذه البصيرة إنما هو العلم والعمل في لقائنا الماضي أشرنا إلى أن حاجة الدعاة إلى طلب العلم لكي يحصلوا عليه لا بد أن يسيروا في طلبه وراء العلماء أن يتعلموا العلم على يد من سبقهم على هذا الطريق وأن لا يكتفي الإنسان في هذا البضمار بقراءة كتاب أو اطلاع على شيء ما وفقط وإنما العلم إنما يؤخذ عن طريق العلماء كما يقولون ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وذكرنا في حينها قول الإمام الشفعي رضي الله عنه من تفقه من بطول الكتب ضيع الأحكام وذكرنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله دخل المسجد يوما فوجد أناسا يجلسون في حلقة من الحلقات قال ما يصنع هؤلاء قالوا يطلبون الفقه قال ألهم رأس قالوا لا قال لا يفقوا هؤلاء أبدا فعلينا إذن أن نطلب العلم وأن نطلب العلم من بابه وباب العلم إنما هو أهله إنما هم العلماء إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فعلينا أن نسعى إلى طلب العلم وراء هؤلاء العلماء نسمع منهم ونجلس إليهم ونزاحمهم بركبنا ونتحلق حولهم ونستفيد مما أفاء الله تبارك وتعالى عليهم حتى نصل إلى مقصودنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نأتي إلى نصائح أخرى في هذا المجال العلم العلم ليس في الكتب ولا على ألسلة العلماء حسب وإنما دوري أنا مهمتي أن أحفظ هذا العلم أحفظه وأستوعبه وأجيد استرجاعه وحكايته حين يطلب ذلك مني والمثل العامي يقول العلم في الراس مش في الكراس العلم في الراس مش في الكراس والخليل بن أحمد أحد أدباء العرب ومن وضع أسسا لعلوم كثيرة في اللغة وغيرها يقول ليس بعلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر أي ما حوى الكتاب ليس بعلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حواه الصدر والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في معنى كلام الله علمي معي حيثما يممت ينفعني إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق نقول مرة تانية علمي معي حيثما يممت ينفعني إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق هكذا نتعلم ضرورة أن نحفظ أن نحفظ وربنا سبحانه وتعالى زكى أولئك الذين يحفظون كتابه ويستظهرون ويحفظون آياته قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم شهادة من الله لأولئك الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولا يحتاجون إلى القراءة في المصحف اللهم إلا للمراجعة أو ما إلى ذلك شهد لهم ربنا بهذه الشهادة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وكذلك دع النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يحفظون سنة ويستظهرون أحاديثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع رب مبلغ أوعى من سامع فنظر الله امرأا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بندرة الأجوه بحسنها بصفائها بالنور الذي يكون فيها ومن ثم لما قيل للإمام أحمد بن حمل بما تعرف طلاب الحديث قال بالنضرة التي تكون في وجوههم الدعاء الذي دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما دعا به لأولئك الذين حفظوا السنة واستظهروها كذلك التزكية التي جاءت من الله إنما جاءت للذين يحفظون القرآن في صدورهم وهكذا العلم العلم يحتاج إلى أن يحفظ أن تحفظ متونه وأن تحفظ مسائله وأن تعرف تفاصيله وما إلى ذلك ويعني كما يقول للقائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع العلم يحتاج إلى أن يكون على اللسان أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان ولا يتأتى هذا كما قلنا إلا إلا بالحفظ إلا بالحفظ وإلا فما قيمت أن يكون عند الإنسان من الكتب ما ينوء بحمله الجمال عنده من كتب السنة كذا وكذا ومن كتب التفسير كذا وكذا ومن كتب الفقه كذا وكذا مكتب عامرة لكنه لا يستفيد منها لا يحفظ شيئا يستطيع أن يؤدي وقت الحاجة إلي إذا ما سألوه الآية دي في أي صورة يقول طب نرجع للمعجم المفارس لأرفض الحديث لأرفض القرآن طيب الحديث ده أين نجله طب نرجع للمعجم المفارس طب معنى هذه اللفظة إيه طب نرجع لمعجم اللغة طبعا أنا لا أشجع أن يقتحم الإنسان دائرة الفتية أو دائرة المعرفة دون أن يكون لديه أصول ليعتمل عليها لا تقول ما لا تعرف وينبغي أن تقول فيما لا تعرف لا أدري إنما من العيب أن يسأل الإنسان عن كل شيء فإذا بيه يقول لا أدري لا أدري لا أدري طيب بعدين إذن ينبغي أن تحفظ وأن تتعلم فإذا ما سئلت كان لديك الجواب الشافي ولا يتأتى هذا كما قلنا إلا بالحفظ اسمع معي إلى هذه الكلمات التي يقولها الأعشى أحد الأدباء يقول احفظوا ما جمعتم احفظوا ما جمعتم فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل الذي جلس على خوان خوان ما إلى الطعام الرجل الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل الذي كان جالسا على خوان يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره يأخذ لقمة ويرميها وراء ظهره ولقمة ويرميها وراء ظهره فمتى تراه يشبع مثل هذا الإنسان ستنتهي المائدة عن آخرها وهو لا يزال جائعا لأنه لم يأخذ بالنصيحة التي تقول ليس بعلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حواه الصدر وأذكر مما قرأت أن خلافا حدث بين الرجلين فأحدهما في غامرة الخلاف قال له يا رففي كأنه بيجتموا كأنه يعني بيسبوا يا رففي الرجل سمع الكلمة ولم يدر مغزاها ولا مرماها فبعد فترة أصلح الله بينهما فبيسأل بقوله في يوم ما قلت لي يا رففي فماذا تعني بهذه الكلمة قال رأيتك تشتري الكتب وتضعها على الرف رأيتك تشتري الكتب وتضعها على الرف فسمه رففي زمني وسب لأن العلم ينبغي أن يكون هنا في رأس الإنسان يتحرك به هنا أو هناك فإذا حدث وضاع الكتاب ولم يجد الإنسان ما كان مكتوبا لا يحزن ولا ييأس ولا يقمط يعني بعضهم كان يقول كده ترك الكتاب يعرضه إما النار تحرقه أو الماء يغرقه أو الماء يغرقه أو الفأر يأكله أو ما إلى ذلك عرض للتلف طالما لم يحرك الإنسان فيه ساكناً ولم يتصدق الإنسان بالنظر إليه فمن هنا لا بد ونحن نتعلم العلم أن يكون دأبنا الإكثار من الحفظ في العقل في الرأس وليس في مجرد الكتب الإمام محمد غزالي ذهب إلى بلدة اسمها طوس ذهب ليتعلم أو ذهب إلى جرجان هو من طوس وذهب إلى جرجان يتعلم العلم وبقي ثلاث سنوات يتعلم ويكتب يتعلم ويكتب يتعلم ويكتب وهم في طريق عودتهم خرج عليهم قطاع طريق فأخذوا كل ما في القفلة وكان من بين ما أخذوه الكتب التي كتبها بيدي فذهب إلى رئيس اللصوص وقال أنشودك بالله الذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي قال ارجع وإلا هلكت قال أنشودك بالله الذي ترجو السلامة منه أنشودك بالله أن ترد علي تعليقتي قال وما تعليقتك فقال أوراق رسائل خرجت إلى جرجال لكتابتها ومعرفة ما فيها وتعلمها فقال كيف تدعي أنك عرفتها وعلمتها وقد أخذناها منك أخذناها منك فصرت بلا علم فقال الإمام أبو حامد الغزالي هذا مستنطق أنطقه الله هذا مستنطق أنطقه الله فأخذ رئيس اللصوص التعليقة وردها إلي قال فأقبلت عليها وحفظت كل ما فيها حفظت كل ما فيها وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي هذا هو هذه هي الفائدة لو خرج علي اللصوص وأخذ ما في يدي من كتب لم أتجرد من علمي فإذن أمر الحفظ من الأهمية بمكان وينبغي على الإنسان لكي يصل إلى مسألة الحفظ أن يستعين بعيدة أشياء أول شيء كما يقول علماء كثرة النظر في العلم كثرة النظر والتكرار يقول أحدهم لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر أبلغ شيء كثرة النظر في العلم فدائما وأبدا يقولون العلم كالتبري كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوة العلم كالتبري مثل الزهب كلما ازددت فيه تقليبا ازددت أو ازداد هو حلاوة يبقى كثرة النظر وكذلك اتكرار اتكرار للمسألة الواحدة كان بعض السلف يكرر المسألة الواحدة مئة مرة وكانت إلى جوارهم رأة عجوز تقول والله لقد حفظت من كثرة تكرارك له فترك الرجل هذه المسألة يومين وثلاثة واربعة وجاء إلى المرأة قال عيد علي الكلام الذي كنت اكرره قالت نسيته قال انا اكرر لاجل ان لا اقع فيما وقعت فيه فكثرة التكرار التكرار وان يقرأ الانسان بلسانه بصوت مرتفع ولا يكتفي بالنظر بعينه لانه اذا نظر بعينه فليس له من العلم الا ما يصل الى عقل من خلال عينه فاذا قرأ بصوت مرتفع ونظر بعينه وصل العلم عن طريق الاذن التي سمعت والعين التي رأت كذلك قالوا ينبغي ان يستعان على حفظ العلم بالعمل به العمل به يقول السلف الصالح كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به كذلك اخلاص النية والهمة اخلاص النية والعز في التوجه الى حفظ العلم يقول سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه انما يحفظ الرجل على قدر نيته انما يحفظ الرجل على قدر نيته فنيتك في العلم لها اثر وكذلك اشاروا وهذه قصة معروفة اشاروا الى ان التخلي عن المعاصي والبعد عما يغضب الله تبارك وتعالى هذه امور تساعد على حفظ العلم تساعد من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم هكذا ورد سيدنا عيسى عليه السلام وجاء عن الامام الشفعي الابيات المعروفة اللي بنذكر كلنا يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يود العصي شكوت الى وكيع شيخه يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي وقال كان الامام الشفعي ينظر في الصفحة ويطالعها مرة واحدة فيحفظها وربما وضع يده على الصفحة الاخرى حتى لا تقع عينه على شيء منها فيختلط عليه الامر وفي مرة وجد هذه الخاصية غير متوفرة فقال هذه الابيات شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي اذا اول ما نلفت النظر اليه في هذا اليوم ان نهتم بالحفظ ان نهتم بحفظ العلم يقولون اكتب اكتب كل شيء او اقرأ كل شيء اول شيء اقرأ كل شيء واكتب احسن ما قرأت واحفظ احسن ما كتبت نقول مرة ثانية اقرأ كل شيء واكتب احسن ما قرأت واحفظ احسن ما كتبت المعلومة اليوم أصبح الوصول إليها سهل جدا وطرق الحصول على المعرفة أصبحت ميسرة إلى أبعد حد ممكن الآن الكتب المطبوعة في أفخر صورة وآبها منظر وبطبعات مختلفة ومحققة ومفهراسة ومبوابة وتطبعها مطبعات في شرق وفي غرب فأصبح الحصول على المعلومة من خلال الكتب أصبح شيئا ميسرا كذلك الآن شبكة المعلومات الإنترنت من الممكن جدا أن تجمع من خلالها كثيرا من المعلومات وأن تجد على هذه الشبكة من الكتب والمؤلفات والمصنفات ما هو قديم وما هو جديد وأصبح الآن الأشرطة الكست أصبحت السيديهات أصبحت وسائل متعددة تجعل الإنسان يمكن أن يحمل في جيبه مكتب عامرة لكن كل هذا لا يغني ولا يفيد فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا عن المعنى اللي بنأكد عليه النهاردة الحفظ الحفظ حفظ العلوم واستظهارها ومعرفة ما ترمي إليه بحيث أقف على المنبر لا أحتاج لا إلى ورقة ولا إلى شيء أتكلم في محاضرة أتكلم في درس عندي عناصر أعود إليها لا بأس ولكن يبقى أن العلم الذي يقال للناس إن كان آية تقرأ أو حديثا يروى أو بيتا من الشعر أو ما إلى ذلك يحتاج من الإنسان إلى أن يكون في عقله وفي رأسه ويعبر عنه بلسانه هذا ما ينبغي أن نهتم به ونحرص عليه العلم العلم لا يتأتى هذه نصحة التالية لا يتأتى إلا بجهد العلم يقولون العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وفي الحديث من يتصبر يصبره الله ومن يستعف في عفه الله ومن يستغني أغنه الله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإذن لا نتخيل أن هذا العلم عبارة عن كأس يشربه الإنسان فيصبح بمقتضاه عالما علامة أو بحرا فهامة لا إنما العلم بالتعلم الصبر طول النفس الحرص تفريغ الأوقات قطع الشواغل حتى يستطيع الإنسان أن يحصل في هذا المقام شيئا إحنا بنقرأ عبارات ربما سمعناها من قبل للإمام أبو يوسف رحمه الله لما يقول العلم شيء لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك العلم شيء لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك ومع ذلك أقولي كمان وأنت إذا أعطيته كلك إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر يعني قد تبزل النفس والنفيس في سبيل العلم ومع ذلك لا تحصل إنما لكي تحصل لا بد من أن تعطي للعلم ثمرة وقتك وفضل وعظيم شبابك وأثمن عمرك وللإمام الشفعي كلمات في هذا المعنى يقول ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم واقتشب به فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار لذاته فبقول ومن فاته التعليم واقتشب به ينبغي أن يكون الإنسان مستغلا لأوقات الشباب وأوقات الفراغ قبل أن تشغله الدنيا بما فيها من شواغل وتقطعه بما فيها من قواطع وما أكثرها سعيه وراء أكل العيش تربيته للأولاد تبنيه أو توليه لمسؤوليات واهتمامات في مثل مجتبع إذا ما صار رجلا ذا قيمة لابد من أن يقطع الإنسان شوطا كبيرا واسعا في طلب العلم حتى يصل إلى بعض مقصوده منه إلى بعض مقصوده منه لما في عبارات كنا عن سيدنا عبدالله بن عباس أنه سئل عن تحصيله للعلم كيف كان يعني حصل العلم منه بأي صورة ففي عبارات أشار إلى أنه حصل ببكور كبكور الغراب وحرص كحرص الثعلب وصبر كصبر الجمال انظروا إلى هذه الجهود التي بذلت في سبيل أن تصنع حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجمال وحرص كحرص الثعلب إلى غير ذلك من المعاني التي تؤكد على أهمية أن يبذل الإنسان العلم يعني أن يبذل العلم وقته وشغله وحياته من كلمات الإمام النووي يقول ومن آدابه من آداب طلب العلم أن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر لا يسوف أقول شي بكرة طب السنة الجاية طب لما أتحل عن معاش طيب لما أستقر طب لما أتجوز لما لما وأن لا يسوف ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة لأن للتأخير آفات لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ها زي ما بقوله كده اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط وإنما السيل اجتماع النقط السيل اللي بنشوفه ينزل من أعلى الجبال بكميات رهيبة أصل هذا السيل من أين اجتمع من نقط فنفس المعنى أتعلم اليوم مسألة في الصباح مسألة في الظهر مسألة أنظر هنا أنظر هناك أتعلم شيئا فشيئا فشيئا حتى يجتمع لديا شيء كثير وكما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول الداعية مد من قراءة مد من قراءة وصديق كتاب يسأل عن ويبحث عن الجديد مد كنت أقول لبعض إخواني لو فتحنا جريدة تهتم بنشر أشياء للبيع مثلا فتجد تاجر السيارات أول ما يفتح صفحات الجريدة يبحث عن سوق السيارات وما يتعلق بها وأسعارها والمدلات الحديثة منها وما إلى ذلك والرجل الذي يتاجر في الموبيليا في الأثاث والمفروشات يبحث عن الأثاث حجرات النوم حجرات الطعام الصفرة الجلوس ويبحث عن أسعارها وآخر المدلات وما يصنع منها وفين وما إلى ذلك فكل كما يقولون همك على قدر ما أهمك همك على قدر ما أهمك فالداعية أين يبحث وعما يسأل يسأل عن الكتب ويتعلم ويقرأ وينظر إلى الجديد ويجمع بين هذا وذات ويجعل لنفسه مكتبة كبيرة طبعا ذكرنا أن المكتبة مش مقصودة لذاتها حتى لا يكون كالرجل الذي قيل له يا رففي إنما يبحث ويأتي بهذه الكتب لكي تكون زادا وفيرا له يستفيد منه ويعود بالخير على أمته من وراء النظر في هذه الكتب والاطلاع عليها وقد توفرت له أسبابه الحصول على أصول العلم عن يدي المشايخ كما قلنا كما قلنا من قبله من الأمثلة العملية اللي ممكن نستدل بيها على إن العلم لا يأتي بمجرد الأمنية لا إنما لابد من بذل الجهد وهذا أمر ملموس في كل اتجاه الذي يريد أن يكون طبيبا يتعى في تحصيل الطب ويبذل أقصى الجهد في سبيل أن يكون رجلا مرموقا ومرجعا في تخصصه لا يمكن أن يكون طبيبا من فراغ نفس المعنى العالم الذي يريد أن يكون ممن يشار إليهم بالبنان وممن يرجع إليهم في الفتاة والأحكام وممن يعتمد عليهم في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا تتأتى هذه دون جهد ودون بذل ودون تضحية كما قلنا نسمع إلى هذا الحديث سيدنا أبو راي رضي الله عنه راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل لكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة دائمة جعلت منه راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف أن بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يشويه صورته وأن يقللوا من قيمته في نظر أصحابه دائما يلجأون إلى الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحد أسباب طعنهم في السنة أن يطعنوا في سيدنا أبو رير وأن يطعنوا في صحيح الإمام البخاري فإذا طعن في أكبر راوي مثلا وفي أعظم جامع للسنة تحقق لهم مقصودهم ونالوا مرادهم لكن لماذا أبو هريرة بالذات؟ لماذا؟ هناك عدة أسباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في موقف قال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط ردائك فبسط ردائه ثم قال ضمه إليك فضمه إلي قال فما نسيت شيئا بعد ذلك أبدا النبي عليه الصلاة والسلام دعاله بهذا و قال عليه الصلاة والسلام وقد سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد رأيت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه أو قال من نفسه ننظر بقى السبب الرئيسي وراء اكثر سيدنا أبو هريرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول إيه؟ وهذا الحديث موجود في البخاري وموجود في المسلم يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب لا ما حدثت حديثا وتل الأيتين الأيتين بقولوا في صوت البقرة إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْتَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا قالوا إيه وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهُمُ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ الأيتين دول يقول سيدنا أبو ريرا لولا آيتان في كتاب الله ما حدست حديثا وبعدين يعلق بقى على هذا الكلام يقول إن إخوانا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق كلمة الصفق التبايع لأنني أنا كما أضع يدي في يد الآخر كأنه نوع من أنواع التصفيق لأن الإيدين مع بعض يكمل بعضوما بعضا فالصفق في الأسواق فيه يد تمد ويد تأخذ فالتبايع إن إخوانا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوانا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم طبعا أهل المدينة الذين تبوأوا الدار الإيمان لهم زراعتهم ولهم أماكنهم وأراضيهم فكان يشغلهم العمل في أموالهم وكان المهاجرون يشتغلون بالتجارة وتبادل السلع الصفق بالأسواق وإن أبا هريرة هو دا موطن الشاهد بها وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون وإن أبا هريرة هو دا التفرق لطلب العلم هو دا التفرق وهذا هو السر الكامن وراء كون سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كان أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخواننا المهاجرين إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمعوا ويحفظ ما لا يحفظون وعندنا قصة إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان له جار فكان يتناوب الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مع هذا الرجل والرجل يحضر اليوم آخر وما سمعه هو في يومه يحكيه لأخيه وما سمعه أخوه يحكيه لسيدنا عمر وده بيأكد على المعنى اللي بنقول عليه إن سيدنا أبا هريرة لكان لتاجر ولكان زارع وإنما كان ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه وبرضو كلمة بشبع بطنه يعني يقلل من الأكل يقلل من الاهتمام بأمور الدنيا ومن ثم الدنيا ليست في عقله ليست في قلبه وليست في يده ومن ثم فهو متفرغ عند عقل حاضر وذهن ثاقب يمكنه أن يحفظ ما لا يحفظه غيره وفي أبيات من الشعر يقولها أحد الإمام الشافعي والإمام الشافعي لو ديوان معروف نقلنا عنه كثيرا يقول إيه الإمام الشافعي لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل واحد طول عمره شغال طول عمره شغال ليل ونهار وأكل العيش وضيق الدنيا ويعني ضغط الحياة يجعله من مشرق الشمس إلى مغربها وما قبل وما بعد في أمر الدنيا فمثل هذا كيف يمكنه أن يتعلم العلم يقول لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل ولا ينال العلم إلا فتى خالم من الأفكار والشغل خالم من الأفكار والشغل ويقول هو نفس الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة لما تعلمت مسألة لو كلفت شراء بصلة لما تعلمت مسألة وهو هنا يتكلم عن الإمام المجتهد الإمام الذي يرجع إليه ويعرف له فضله ويطلب العلم على يديه طلاب العلم من هنا ومن هناك المهم أننا في حاجة إلى أن نعطي للعلم صفوة أوقاتنا وخيرة أزماننا وإذا ما فاتنا ذلك في أنفسنا فينبغي أن لا يفوت ذلك أبناءنا وابناتنا هنا بنعرف أن العلم العلم أو الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر أما في الكبر فهو كالنقش على الماء سرعان ما يزول ويذوب فمن هنا نأخذ من مجموع ما ذكرناه وقال انتهينا الآن من مسألة النصائح التي نوجه إليها نظر إخواننا ودعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى أطلب العلم على النحو الذي أشرنا إليه في المراحل الأربع التي قلناها أول حاجة تضع أولويات القرآن الكريم السنة النبوية الفقه الحديث التفسير اللغة العربية التاريخ الإسلامي السيرة النبوية وما إلى ذلك وتقرأ قراءة مركزة في كل علم من هذه العلوم ولا داعي لمسألة القراءة المهوشة تنظر في صفحة هنا وترمي الكتاب ده وتجيب صفحة تانية وترمي الكتاب ده وتنظر في تفاريق المؤلفات وتفاريق المصنفات فلا تنال شيئا من هنا ولا شيئا من هنا ويضيع العمر كله دون أن تنال شيئا إنما وجه إمتك إلى علم من العلوم تعلم وتفقه وتأدب وخذ منه ما يجعلك عالما بأطرافه ومعارفه ثم بعد ذلك تنتقل إلى علم آخر وثالث ورابع وما إلى ذلك وأن يكون العلم الذي تأخذه على يد أهل التخصص على يد المشايخ والعلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي وقالوا إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية فطلب العلم إنما يكون على يد العلماء هذه نصيحة رقم واحد هذه نصيحة رقم اثنين رقم ثلاثة ألا تقتصر في تعلم العلوم على مجرد القراءة فإن الإنسان سرعان ما ينسى وقد قيل في هذا وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب ولا القلب إلا أنه يتقلب ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي فمن طبيعة الإنسان النسيان ولأجل أن تقضي على عادة النسيان عليك أن تكرر وأن تحفظ وأن تقرأ وأن تعلم هذه نقطة أيضاً تساعد على ثبات المعلومة وتكرارها بشكل يؤدي إلى المحافظة عليها يقولون من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن ونفس البعنى عايز يحفظ السنن يحفظ السنن يريد أن يحفظ المتون والفقر وما يتعلق به يحفظه للناس فكثرة التردد والإعادة وكثرة التكرار لهذه المعارف والعلوم تؤدي إلى ثباتها فنصيحة ثالثة رقم ثلاثة أن نحافظ على حفظ العلم حفظ العلم ولا تقصر كما يقول الإمام أحمد بن حمل من مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة لا يغادر طلب العلم في أي لحظة في أي لحظة ومن جميل ما قرأت أن الإمام أبا يوسف رحمه الله وهو في لحظات الموت في اللحظات الأخيرة وهو يودع الدنيا أغمى عليه فلما أفاق لما أفاق واحد مغمى عليه وبيموت والناس من حوله فقال لأحد تلامذته أريد أن أنظر في مسألة في الفقه فقال له الآن في هذه اللحظة تبحث عن مسألة في الفقه قال نتبحث في مسألة في الفقه لعل الله أن ينفع بها أحدا أو يستفيد بها عبد من عباد الله أيهما أفضل أيهما أفضل في الحج أن يركب الإنسان أو يمشي فبيتبحث في المسألة وهو في سكرات الموت وهو في سكرات الموت فقال الرجل الأفضل أن يركب قال لا قال الأفضل أن يمشي فقال له لا أخطأت في هذه أو تلك فقال إذن ماذا أصنع إمام قال في المواطن التي يستحب فيها المكثو وطول الوقوف والدعاء يستحب في هذا أن أمشي أما الأماكن التي أمر عليها دون أن أقف للدعاء فيها فيستحب أن أركم فيها قال هذه المسألة خرجت الميذه من الباب فإذا بالناس المنادي ينادي أو بالناس الذين في داخل البيت يقولون مات أبو يوسف مات أبو يوسف وهو وهو في سكرات الموت يعالج مسألة من المسائل واحد آخر وهو في سكرات الموت عرضت مسألة في الميراث فأراد أن يعرف الحل والجواب فيها فقيل له وماذا يفيدك أن تعرف جوابها وأنت ستغادر الدنيا الآن قال لأن أموت وأنا عالم بها خير لي من أن أموت وأنا بها جاهل فتعلم العلم كما قال الإمام الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة والأثر المعروف اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد من المهد إلى اللحد فحفظ العلم تفريغ الأوقات قطع الشواغل وأن أنظم لنفسي وقتا أتعلم فيه العلم بهذه الطريقة يمكن أن أصل إلى شيء فيه وأذكر هنا ولله الحمد ببعض الجوانب الإيجابية في مجتمعاتنا الآن وبخاصة في مجتمعنا المصري الآن أصبحنا لدينا مدارس لتحفيظ القرآن الكريم في كل مكان حفظ القرآن الكريم على يد أهل التخصص والحفظ أصبح ميسورا وسهلا في بقاع كثيرة لا تكاد تخلو منه وقعة في مصرنا فانضمامي إلى مجموعة من هذه المجموعات إلى دار من دور تحفيظ القرآن الكريم إلى حلقة من حلقات القرآن الكريم لأحفظ القرآن وأجيد تلاوة على يد شيخ متخصص هذا أمر ميسور يمكن أن أنضم إلى أي مجموعة من هذه المجموعات ويكون هدفي البعيد أن أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لينفتح لي الخير كله من بعد ذلك هذا باب من الأبواب ميسور الآن وسهل ولله الحمد وموجود في كثير من لا أقول بقاع مصر فقط بل في بقاع العالم كله أيضا لدينا منظومة من المعاهد معاهد إعداد الدعاء ومعاهد القرآن وعلوم القرآن التي تتبنها جمعيات إسلامية شهيرة وذائعة الصيط كالجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية وغير ذلك من الجمعيات الخيرية التي من أهدافها ورسالتها نشر العلم الصحيح فتبدأ هذه الجمعيات بوضع برنامج يمضي على سنوات يتعلم فيه طالب العلم قدرا من القرآن قدرا من السنة قدرا من الفقه قدرا من سيرة ثقافة إسلامية ائتارات المعاصرة ثرق الإسلامية وما إلى ذلك والتجويد والنح والبلاغة وما إلى ذلك وهذه في بلدنا في مصر لا تكاد تخلو منها الآن محافظة من محافظات القطر المصري معاهد إعداد الدعاء معاهد إعداد الدعاء أين نحن منها أيضا؟ لماذا لا ننضم إلى مثل هذه المعاهد ونتعلم فيها والذين يدرسون فيها هم من أهل الأزهر ومن علمائه وخيرة أبنائه ومن تلقوا العلم على يد الشيوخ المتخصصين والجمعية الشرعية تعطي مثلا نوعين من الدراسة معاهد قراءات ومعاهد إعداد دعاء والذي يجد نفسه في هذا المجال يمضي فيه ويسير والذي يجد نفسه في هذا المجال يمضي فيه ويسير أيضا وأنصح في نفس الوقت بأن نوجه أبنائنا إلى الأزهر وقبل أن نغادر هذه النقطة قبل أن أصل إلى هذه النقطة أيضا فتحت جامعة الأزهري أبوابها من العام القادم إن شاء الله للراغبين في الانتساب إلى الأزهر والكليات الإسلامية به الدعوة والدراسات وأصول الدين واللغة العربية والشريعة فتحت جامعة الأزهري أبوابها للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من الخارج ويريدون أن يدرسوا في الأزهر ويحصلوا على شهاداته فتحت أزهر وأبوابه مرة أخرى شريطة أن يكون لدى الإنسان قدر وافي وقدر جيد من حفظه للقرآن وتعلمه للفقه والسيرة والحديث وما إلى ذلك يعني عنده قدرة على تلقي العلم في جامعة الأزهر ويندرج في سلك هذه الجامعة العريقة التي بفضل الله تبارك وتعالى تتمتع بسمعة طيبة على مستوى مصر والعالم الإسلامي أضيف أخيراً أنه إذا فاتنا أن نحصل ذلك في أنفسنا فينبغي أن لا ندع هذا في أولادنا أن لا ندع هذا في أولادنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث إذا مات ابن آدم انقطع آمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له لو لم يكن الولد صالحاً يعني ربنا عافينا وعفيكم كان طالحاً سيدعو عليه سيدعو عليه فنحن نريد أن يدعو أولادنا لنا لا أن يدعو أولادنا علينا نحن الذين نملك هذه المفاتيح أن نوجه أبناءنا إلى العلم الشرعي ومعاهد الأزهر تنتشر الآن في كل أنحاء القطر المصري وهناك في منظومة المعاهد معاهد نموذجية ومعاهد لغات يعني الناس بتحب أحياناً أن تعطي أولادها إلى مؤسسات تعليمية تحظى بالاهتمام باللغة والاهتمام بالمستوى الرفيع وما إلى ذلك الآن كثير من المعاهد أنشئت تحت مسمى معاهد نموذجية ومعاهد لغات ومعاهد مستوى رفيع لم تصبح لأحد إذن حجة في أن يوجه أبناءه إلى حفظ القرآن وإلى حفظ السنة النبوية والسير في هذا السلك العظيم سلك طلب العلم والوصول فيه إلى المقصود الأسنى والأسمى فإذن أصبحت الوسائل موسرة والطرق لله تعالى والحمد لله تعالى معبدة وعلينا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأن نخلص النية في من ولان الله تعالى أمرهم من البنين والبنات لكي نوجه هؤلاء جميعا إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدودية والآخرة نسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنة وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام وأن يكفينا وإياكم شر سوء الخاتمة اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلوا حجة لنا لا علينا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خيرا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة